الخصة دي وازاي الناس اتأثرت بيها وازاي ممكن احنا كمان نبني على دافل اللي جاي عبدالب عبدالقادر اسمحني محمد فضل عبدالقادر طبعا الاول نتمنى لأحمد رفعة الرحمة والاهله والصبر والسلوان طبعا فاجعة مرت بيها الكرة المصرية خلال الايام اللي فاتت والحقيقة هو الفكرة نفسها ان شخص يعني تعرض الى ظلم واضح والظلم ده زي ما احنا بنقول متلازمة تسبب ليه في متلازمة القلب المقصور يعني عنده حزن عنده اكتئاب عنده جسمه من جوه كان بيتاكل من قطر الحزن مش قادر يعمله زي ما بيقول كده بالبلدي بياكل في نفسه من اللي حصل فيه فاحنا دلوقتي وزارة رياضة مشكورة عملت لجنة للتحقيق لتقصى الحقائق وتعرف ايه اللي حصل مع احمد رفعة مين اللي تسبب في ظلمه فيه استقالات حصلت بارح فيه النهاردة فيه ناس زي ما انت قلت اخلوا مسؤوليتهم واخلوا طرفهم فيه ناس لسه مستخبئين فيه جزء كبير من الحقيقة لسه ما وضحتش للجمهور بشكل عام يمكن الجمهور يعني بدأ يشعر ببعض الارتياح يعني بنسبة ما بسبب الخطوات اللي احنا تكلمنا فيها دلوقتي بسبب ان بعض الناس بدأت تتكشف حياتها في الاعلام بعض الناس بدأ يتم المشاور عليهم بشكل واضح جدا من الجمهور ومن الاعلام ان هما كانوا سبب واضح في اللي حصل لأحمد رفعت وفيه حتة كمان ايجابية الناس بدأت تبص الحالات تانية اللي عايبين تانين في الدول المصري ممكن يحصل معهم يتكرر معهم الموقف ممكن يحصل مع لاعب مثلا يتعرض لانتقاد فيبتدي يتأثر سلبيا فيبتدي يحصل له مشاكل نفسية حتى سيبك من قصة ان هو لقدر الله يتوفى ويحصل له مشكلة مرضية الفكرة انك تتعرض لضغط نفسي وازى نفسي ده في حد ذاته دي جريمة ودي المتسبب فيها بالنسبة لك هو مجرم في الاول وفي الاخر ده العالم كله بيعتبر انك تتعرض لازى نفسي ده شيء كبير وشيء خطير جدا فلازم احنا كجمهور كمان نخلي بالنا من الموضوع لازم نحافظ على نفسيات بعض اللعيبة كلهم دلوقتي فاتحين السوشيال ميديا ليل ونهار كلهم بيشوفوا كل التعليقات ممكن واحد يعني في اخر الدنيا في الصحراء بيكتب تعليق يشوفوا اهم نجم في مصر ويبتدي يتأثر بنفسين وبتدي يتأثر على اسرته كمان اسرته كمان بتتفرج وابنائه فالموضوع بيبقى ضغط نفسي كبير جدا جدا فاتمنت ان تكون قضية رفعة يعني شو علا للجاي انها تنور الطريق وده العزاك اللي فيتعددت الاسباب والموت واحد يعني خلينا اتفق انه دي مش اول واقع تحصل في المرعب بفتكر انه نبت الفوائد اثر الفجعة نفسها حصلت في ايام الله يرحمه مثلا محمد عبد الوهاب الله يرحمه يعني مصر كلها اتخطفت وكأن الزمن توقف بينا حصلت زي ما محمد بيقولي كانت في قصة طبعا رحل الادم السلاح دار حتى لو لم تؤدي الى وفاة بس وكأنها بتاخدنا في لحظة خارج الزمن كده نقف ونتأمل انه القصة في الاول والاخر مجرد رياضة رياضة تخلقت عشان المتعة عشان الفرحة عشان البهجة فكرة انك انت تتحول المجال الرياضي لحالة من حالات الاصراع لدار برا الملعب اكتر ما هو دار جوه الملعب فكرة انك تحولها لأزمات لخلافات لمشحنات فكرة ان الرياضة ممكن تكون واحد من اسباب الفتنة داخل مجتمع واحد دي حقيقة بقت موجودة الفترة الاخيرة بشكل كبير جدا ممكن يكون ساهم فيها مسؤولين ممكن تكون ساهمت فيها سوشال ميديا مش عارفين مين بيحركها ممكن يكون اعتقد انه بغير قصد ساهم فيها اعلام رياضي بشكل او اخر لكن انا حسس ان الجمهور مرة واحدة واقف مع نفسه قال